ها قد استيقظت النين الصيني ليثأر للاتحاد السوفيتي ويلقنا الامريكان درسا في الحرب الباردة انا الخصم الجديد وصاحب النفوذ القوي في الشرق الاوسط وبعد المملكة السعودية الامارات تهجى جملة الصين المفضلة باي باي امريكا عاصفة غضب غربية تستعد لاجتياح الصين والسبب كلمة واحدة قالها السفير الصيني في فرنسا فما الذي قاله وفي السودان الامور تخرج عن السيطرة وقوات فاغنر متهمة بالتدخل في الحرب فهل سيتركون باخموت ويذهبون للسودان عودة الحرب الباردة عجلة الحرب الباردة تعود من جديد بعد ثلاثة عقود من افولها نعم قوى جديدة واساليب مختلفة ولاعبون جدد ينضمون للمعركة اختلف الزمان لكن مسرح الصراع سيكون اوسع ليكون الوطن العربي الكبير او الشرق الاوسط كما تصفه الدول الغربية اهم ميدان في النزال الحرب الاولى كانت بين قوتين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الاولى تفوقت بعد ان حشدت معها حلفاء في اوروبا الغربية والشرق الاوسط ونجحت بسياسة المحاصرة في تفكيك الاتحاد السوفيتي وانهاء الفكر الشيوعي اما سباق التسلح فقد تم كبح جماحه على الطاولة لكن خلف الكواليس ما يزال مستمرا لا يعود الزمن الى الوراء بينما تعود الصراعات في كل زمان العالم في طور تشكل من جديد واللعب ليس محصورا بين موسكو وواشنطن فالتنين الصيني دخل على الخط وبقوة بدأ اللعب بهدوء منذ فترة ليحصد الثمار على مهل في اهم الساحات الدولية هنا تخرج وكالة بلومبرغ وتضع بعض النقاط على الحروف وتقول ان ملامح جبهة الشرق الاوسط في الحرب الباردة الجديدة بين واشنطن وبكين اصبحت اكثر وضوحا نقطة الحرف الاول الصين وضعت بصمتها على المنطقة بطريقة لم يكن من الممكن تخيلها قبل ستة اشهر لا سيما من خلال نجاحها في المقاربة بين السعودية وايران وهو ملف اثار غضب الادارة الامريكية وما يزال كيف لا والسعودية تتجه لمغادرة فلك واشنطن لصالح بكين بلومبرغ تضع نقطة عريضة في جانب النزال على الصعيد المالي نعم ها هو البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي مقره في بكين يفتتح اول مكتب خارجي له في ابو ظبي وهي خطوة قرعت جرس الخطر عند العمسام لان البنك الاسيوي هو بنك تنمية متعدد الاطراف تم تأسيسه منذ عقد من الزمن باعتباره ردا من الصين على المؤسسات التي انشأتها الدول الغربية في ميدان الشرق الاوسط لم تفقد الادارة الامريكية كل شيء فلا يزال ربط اسعار الصرف بالدولار رابطا قويا لامريكا فقوة الدولار حاضرة كعامل اساسي من خلال استخدام دول مجلس التعاون الخليجي للورقة الخضراء كعملة رئيسية للتبادل عبر الحدود واي تغيير مفاجئ من شأنه ان يزعزع استقرار البلدان نفسها واي تحول يجب ان يكون تدريجيا وليس مفاجئا كيف يترك الدولار تدريجيا الوكالة ضربت مثالا بقبول الامارات لاول مرة اليوان الصيني في صادرات الغازي الطبيعي الى الصين وقبلها ابرام الصين صفقة تاريخية مع قطر لتوريد الغازي الطبيعي المسال لمدة 27 عاما وبرغم هذا هناك اوراق قوة لا تزال في يد امريكا وهي علاقاتها العسكرية الدائمة مع العديد من دول الشرق الاوسط اذا سحب البساط من تحت امريكا لن يكون سهلا على الصين ما قد يوسع الحرب الباردة في اماكن اخرى عاصفة الغبب في عيون الصين الصراع بين روسيا واوكرانيا لا يصب في مصلحة كييف والمفاوضات خير من استمرار الحرب الغرب لا يميل لما تطرحه بكين حول انهاء القتال في اوكرانيا فهي صديقة موسكو وينظر اليها نظرة الريب بل تم اتهامها مرارا بتزويد الجيش الروسي باسلحة ومعدات عسكرية تصريحات اصحاب العيون الضيقة وان كانت مجرد رأي حتى الان تظل على رادار حلفاء كييف على مدار الساعة لالتقاطها هنا رصد الدول البلطيق تصريحا لسفير الصيني في فرنسا اثار غضبها وغضب كييف لكنه اثلج صدور الروس سفير بكين في باريس طرح رأيه فيما يخص شبه جزيرة القرن خلال مقابلة مع قناة ال سي اي بان شبه الجزيرة كانت تنتمي في الاصل الى روسيا وانتقلت الى كييف بقرار من نيكيتا خروتشوف واوضح ان دول ما بعد الاتحاد السوفيتي لا تزال حتى الان لا تتمتع بصفة واضحة وفعالة وبانه لا توجد اتفاقية دولية تحدد وضع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق كدول ذات سيادة ما قاله السفير فجر عاصفة الغضب ليرد السفير الاوكراني في فرنسا بان نظيره الصيني يعاني مشاكل مع الجغرافية لينتفض وزير خارجية لطفيا ايدغار رينكيفيتش قائلا ان تصريحات السفير الصيني بشأن القانون الدولي وسيادة الدول مرفوضة تماما وبانه ينتظر توضيحا من النظام الصيني ليصرح وزير الخارجية اللتواني جابريليوس لانتسبرغيس يتساءل البعض لماذا لا تثق دول البلطيق في الصين كوسيط للسلام في اوكرانيا ها هو السفير الصيني يدعي بان شبه جزيرة القرن هي ارض روسية وبان حدود بلادنا ليس لها اي اساس قانوني لتخرج اسطونيا مطالبة الصينيين بتوضيح لما يقصده سفيرهم وبين هذا الغضب يظهر عضو مجلس الدوم الروسي ديمتري بيليك منتشيا بتصريح السفير الصيني واعتبره بمثابة حمام بارد للرؤوس الحامية في الدول الغربية السودان تحت دائرة الحرب استكملت معظم الدول اجلاء رعاياها من السودان بعد ضغط على طرفي القتال عمليات الاجلاء بوترة متسارعة تؤكد ان السودان ينزلق نحو توسع الحرب وتفاقمها سيزداد القتال ضراوة ودموية بين البرهان وحميتي لان العيون المراقبة غادرت السودان لا حلول قريبة لايقاف الحرب هكذا يرى المراقبون المشهد السوداني بعد اجلاء الدول مواطنيها يستمر تبادل الاتهامات من يدعم من؟ هناك من اتهم قوات فاغنر الروسية بدعم قوات حميتي بالصواريخ فروسيا تريد الحفاظ على نفوذها في القارة السمراء وهناك من يلوح تجاه امريكا التي ترى مستقبلها مع البرهان اذا هكذا هو المشهد يا سادة صراع النفوذ سيكون حاضرا وسيصب الزيت على النار التي لن يكتوي بها سوى الشعب السوداني اخر الاحداث يخت روسي اسمه 30 minutes يختفي قبالة السواحل السعودية واكدت السفارة الروسية لدى الرياض ان موسكو على اتصال دائم بالسلطات السعودية للكشف عن مصير اليخت المفقود فما الذي جرى له؟ جندي بوتين ورئيس شيشان رمضان قديروف يعلن انطلاق الفوج الرابع والتسعين من قوات الحرس الوطني الروسي الخاصة الى مناطق العملية العسكرية في اوكرانيا متابعين العزاء شاركونا بارائكم في التعليقات